ما وراء الرمز أو العلامة هو العنوان الذي يعطر به التشكيلي المغربي عيسايك أن أعماله الفنية التي أتت بها فضاء المكتبة الوطنية بالرباط لوحات تمزج بين الرسم والنحط والصباغة ويجمعها الرمز الرمز يعبر عن نفسه فهو ليس عنصرا للذكور ويجب أن يتأسس على العناصر محددة تسمح للآخرين باكتشافنا يجب أن يكون لديه أمام المغربي عيسايك هكذا يحرص التشكيلي عيسايكا على الغوص في تاريخ الإنسانية من خلال هذه الأعمال الطافحة بالرموز والنقوش والأساطير والحكايات الملحمية ببعدها الغرائبي لأقدم حضارات البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر